نعمل إيه بقى في أحمد بقى رشدت بقى أنت الدكتور رشدت لأحمد أن أرجوكي أحمد اللي أنت بتمر به حالياً قد ما هو مؤلم قد ما هو ممكن يغيرك للأحسن الألم إحنا ننمو بالألم إحنا بنتطور لما بنتوجع فالواجع ده ممكن يطورك لمسخة أفضل بكتير أنت راجل عندك قدرات كتيرة جداً بتشتغل عليه أنت راجل بتطور في شغلك، بتطور في تعليمك، بتطور في علاقاتك فمحتاج بس تسمح نفسك بالتجربة والخطأ يعني دي مش آخر علاقة في الدنيا دي علاقة أنت تعلقت بها لسنوات والألم اللي أنت فيه ده سيب له شوية وقتا حيعدي بس بعدها اسمح نفسك بتجارب بتجارب مناسبة ليك، مش تجارب عن بعد ما عودش أسمع بقى أغاني حزينة ما عودش أعزز وبموت جوايا وببكي على حالي والديق، صح؟ لأنه ده بيزود بيزود الواجع ومش بيساعدني يعني مش بيخرجني من اللي أنا فيه فبدخل في دايرة من التقنيب أكتر بكتير وأكتر حاجة بتخلينا وقفين مش بنعرفنا تخطى هو التقنيب هو جلد الزيت لما عود أقنب نفسي إن أنا السبب بس أحمد مش عارف يعملها الواحد ولازم تأهيل نفسي صح؟ طبعا، محتاج المساعدة جدا جدا طبعا